كانت الناصرة مدينة جميلة رفية بسيطة زراعية يمكن السمعة مش كل هالأد عن الناصرة لكن على أي حال أبطال القصة هم من الناصرة يوسف النجار والقديسة مريم العذراء كانوا خاطبين مثل ما ذكرت والخطبة بتاخد سنة وكل الأمور ماشية تمام العذراء كانت متواضعة وخاضعة على مشيئة الرب وإنسانة نقية وطاهرة جدا كانت تصلي وتقرأ دائما في شريعة الرب جاء طبعا بمفاجأة ملاك الرب ملاك الرب طبعا الملاك جبرايل زار قبل ميزور مريم العذراء زار زكريا الكاهن في الهيكل في أور شليم ووعد بمجيء يحنى المعمدان كصابق ليسوع المسيح وها يأتي الملاك جبرايل ثانية إلى بيت مريم في مدينة الناصرة المتواضعة جاء ليبشرها ويفتقدها في أعظم زيارة وفي أعظم بشارة ليس فقط لمريم ولكن لكل الجنس البشري عندما ظهر الملاك لمريم قال لها لا تخافي يا مريم هأنت قد وجدت نعمة عند الله هأنت ستحبلين وتلدين ابن وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى طبعا عذراء مريم كانت شابة على الأرجح كان عمرها 14 ل 15 سنة اللي هو تتميم لنبوة إشعياء في إشعية 7-14 هالعذراء علمى شابة صغيرة على وشك الزواج تحبل تلد ابن وتدعو اسمه عمانويل فطبعا شجعها الملاك أن لا تخاف لكن بحسب لوقة سألت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله وهنا أحبائي طبعا شيء مهم جدا مريم كانت زكية وعاقلة وأدركت وفهمت القرار اللي عملته أن هذا ليس قرار سهل فهي ضحت بسمعتها وضحت ممكن بخطوبتها وممكن ضحت في كل شيء وعارفة الكلمات الرديئة اللي رح تطلع عليها والسمعة المش حلوة اللي رح تكون ضدها لكن بقرار و باختيارها هي صممت ولأنها كانت مؤمنة قالت ها أنا آمت الرب فليكن لي حسب قولك وفعلا هون أحبائي منشوف أن القديسة مريم آمنت بوعد الملاك وصدقت وعد الملاك وامتلكت هذا الوعد وحتى بدون إدراكها العقلي وكيف سيحدث هذا أدركت أن الله رح يعطيها طفل في أحشائها وهذا الطفل من الروح القدس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك هذه تعتبر معجزة الميلاد وهنا أحبائي مريم قبلت كلام الملاك وبشارة الملاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة